بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء وبنات طلبة الطالبات الصف السادس الابتدائي وحلقة جديدة من مدرسة على الهوى ومجدة إلالون النهاردة إن شاء الله حيبقى أول حلقات المراجعة للفصل الدراسي الأول يعني إيه مراجعة؟ يعني نحل كمية أسئلة على قد ما نقدر شرحنا درسنا وفهمناها وحلينا عليها الأسئلة وراء كل درس فالمفروض بقى أن إحنا هنبتدي نجمع أسئلة أكتر اللي هي نمازج الامتحانات اللي في كتاب المدرسة أو أي كتاب يقابلنا بس هنهتم جدا بكتاب المدرسة أي سؤال في كتاب المدرسة مش هنسيبه غير لما نحل نهتم بأكد تانية سنة ستة على أسئلة كتاب المدرسة تمام؟ هنبتدي نحل في الأسئلة واللي يقف قدامك حضرتك هتسجلهن في وراء أو في كراسة المراجعة بتاعتك وحتتتصل بينا وتقول لنا سؤالك وإحنا هنحلهولك على طول تمام؟ طيب المراجعة بقى بتاعتنا بتبقى أسئلة مختلفة بنحاول نحلها كلها على قد ما نقدر ونركز قوي على الأسئلة اللي بتبقى بتعاد كتير أو متكررة كتير زي ما قلتلكوا لو حاجة وقفت معاكو هتتصلوا بينا وهتقول لنا على السؤال اللي يقف معنا عشان نحلهولك على طول طيب هنبتدي النهاردة بقى مراجعتنا اللي هي هتبقى أشكال مختلفة من الأسئلة وحنعرف إزاي نجوبها بطريقة نموذجية نشوف بقى مع بعض أول سؤال لنا في حلقتنا نبص بقى معايا كده أول سؤال بيقول لي أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة يتكون الجهاز الهيكلي للإنسان من نقط ونقط يتكون الجهاز الهيكلي للإنسان من نقط ونقط يبقى من الهيكل المحوري والهيكل الطرفي خلي بالنا يبقى ده بيكلمني عن الجهاز الهيكلي عمتا محدش بيقولي من الجمجمة والعمود الفقاري والقفص الصدري لا يبقى الجهاز الهيكلي بيتكون من الهيكل المحوري والهيكل الطرفي طيب وحدة قياس الكتلة نقط وحدة قياس الوزن نقط وحدة قياس الكتلة نقط وحدة قياس الوزن نقط وحدة قياس الكتلة ايه؟ الجرام او الكيلو جرام اكتب واحدة من الاثنين صح طيب وحدة قياس الوزن النيوتن يستخدم الترمومتر نقط في قياس درجة حرارة الماء يبقى الترمومتر مين اللي انا بستخدمه في قياس درجة حرارة الماء والسوائل بوجه عام الترمومتر المئوي ده علامة صح وعلامة غلط امام كل عبارة مما يلي مع تصحيح العبارة غير الصحيح نقرأ رأس السؤال كويس جدا نشوف هنا عاي صح وغلط بس ولا صح وغلط مع التصحيح السؤال بتاعي هنا قال ليه صح وغلط مع التصحيح طيب رقم واحد بيقول يوجد بالحبل الشوكي مراكز مسؤولة عن الاحساس والحركة الكلام ده صح ولا غلط طبعا الكلام ده غلط طيب المراكز الاحساس والحركة موجودة فين موجودة في النصفين الكرويين الكتلة هي مقدار جذب الارض للجسم الكلام ده غلط ومال ايه هو مقدار جذب الارض للجسم ده الوزن طيب تنتقل الحرارة من الجسم البارد الى الجسم الساخن كلام ده غلط ومال ايه التصحيح بتنتقل الحرارة من الجسم الساخن الى الجسم البارد اذكر وظيفة كل منه الغضاريف بين فقرات العمود الفقاري الغضاريف بين فقرات العمود الفقاري وظيفة الغضاريف ايه سنة 6 تمنى الاحتكاك بين الفقرات العمود الفقاري أثناء الحركة يبقى الغضاريف وظفتها منع الاحتكاك بين فقرات العمود الفقاري أثناء الحركة الأعصاب وظفتها توصيل المعلومات الحسية من أعضاء الحس إلى المخ وتوصيل الاستجابات الحركية بين الجهاز العصبي المركزي إلى جميع أجزاء الجسم يبقى الأعصاب هنا وظفتها توصيل المعلومات من أعضاء الحس إلى المخ وتوصيل الاستجابات من المخ الى اجزاء الجسم الزئبق في الترمومتر الطبي الزئبق بقى وظيفته ايه بيستخدم لقياس درجة حرارة الانسان حيث يتغير حجم الزئبق بتغيير درجة الحرارة تاني وظيفة الزئبق في الترمومتر الطبي بيستخدم لقياس درجة حرارة الانسان طب ليه الزئبق اللي حيث يتغير حجم الزئبق بتغيير درجة حرارة الانسان البلاستيك في صنع مقابد أواني الطهي البلاستيك في صنع مقابد أواني الطهي لتمكن مستخدم الأواني الساخنة من حملها بأمان حيث أن البلاستيك مدى رديئة التوصيل للحرار يبقى وظيفت البلاستيك هنا إيه؟ وظيفت أنه مدى رديئة التوصيل للحرار طيب إيه اللي بيحصل لما بيستخدمه في صنع مقابد أواني الطهي بتمكن مستخدم الأواني الساخنة من حملها بأمان ليه؟ لأن البلاستيك مدى رضيئة التوصيل للحرارة طيب أعلل بيحيط القفص الصدري بالقلب والرئتين يحيط القفص الصدري بالقلب والرئتين لحمايتهما كما أنه يساعد في عملية التنفس يبقى القفص الصدري بيحمي القلب والرئتين وكمان بيساعد في عملية التنفس وزنك على القمر أقل من وزنك على الأرض أعلل ليه؟ الوزن على القمر أقل من الوزن على الأرض ليه؟ قال لأن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض طيب ده بيؤدي إلى إيه بقى لو أنا عايزة أكمل إجابتي لأن كتلة الأمر أقل من كتلة الأرض فبالتالي بتؤدي إلى أن جاذبية القمر أقل من جاذبية الأرض فبيكون الوزن أقل على القمر من الوزن على الأرض يبقى الوزن على القمر أقل من الوزن على الأرض لأن كتلة القمر أقل من كتلة الأرض مما يؤدي إلى أن جاذبية القمر بتكون أقل من جاذبية الأرض وبالتالي الوزن على الأمر أقل من الوزن على الأرض طيب ماذا يحدث إذا؟ ماذا يحدث إذا سنة ستة أنت كلكم بتخافوا منه شوية ماذا يحدث إذا الإجابة هنا بتبقى إجابة مختصرة جدا بتديله النتيجة النهائية فقط ما بتشرحش يعني يقولك ماذا يحدث إذا هتديد النتيجة النهائية طيب نشوف إحنا هنا السؤال اللي معي بيقول إيه وإنت هتفهم قصدي إذا كانت عزام الجسم بدون مفاصل إيه اللي هيحصل لو ما كانش عندنا مفاصل في جسمنا عزامنا دي من غير مفاصل هيحصل إيه لا يستطيع الجسم الحركة ما شرحتش بقى ولا قلت إنها بتساعد في الحركة ولا إن هي أجزاء صغيرة بين الأجزاء العزام ولا الكلام ده لا أنا عايزة النتيجة النهائية ما فيش مفاصل يبقى ما فيش حركة خلاص إذا كانت عزام الجسم بدون مفاصل لا يستطيع الجسم الحركة عندما تضع يدك فجأة على سطح ساخن هيحصل إيه لو وضعت يدك فجأة على سطح سخن تنساني الزراعة مبتعدة عن السطح الساخن نتيجة الفعل المنعكس من الحبل الشوكي طيب إحنا هنا شرحتها عشان أفاهمك بس لكن الإجابة حتبقى إيه سحب اليد بسرعة الإجابة حتبقى إيه بقى سحب اليد بسرعة وبينقصين أكتب فعل منعكس خلاص يبقى عندما تضع يدك فجأة على سطح ساخن سحب اليد بسرعة وفعل منعكس طيب إذا تم القضاء على بكتيريا التربة لو قضينا على بكتيريا التربة إيه اللي حيحصل هي بكتيريا التربة دي أصلا وظفتها إيه وظفتها أن هي بتثبت غاز النيتروجين للنباتات البقولية علشان تصنع بيها البروتين طيب تم القضاء على بكتيريا التربة إيه اللي حيحصل لا تستطيع النباتات تثبيت غاز النيتروجين وتكوين البروتين اكتب المصطلح العلمي الجهاز المسؤول عن التكامل والتنصيق بين أجهزة جسم الإنسان الجهاز العصبي جهاز يستخدم لقياس كتلة الأشياء الميزان الرقمي كتبت بقى الميزان الرقمي صح الميزان الحساس صح كتبت الميزان المعتاد صح أي ميزان من موازين قياس الكتلة صح أن أنت تكتبها مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها مواد جيدة التوصيل للحرارة طيب برضو ما زلنا في المصطلح العلمي عضو مسؤول عن الأفعال المنعكسة بالجسم الحبل الشوكي طيب نموذج تاني من الأسئلة تخير الإجابة الصحيحة مما يلي شكل جديد هم للأسئلة تخير الإجابة الصحيحة مما يلي كل مما يلي من مكونات الجهاز العصبي المركزي ما عاد كل مما يلي من مكونات الجهاز العصبي المركزي ما عاد كل اللي جاي ده من مكونات الجهاز العصبي المركزي ما عاد حاجة واحدة بس هو اللي عايزها خلاص الأعصاب الشوكية النصفين الكرويين الحبل الشوكي ولا النخاع المستطيل مين بقى مش من مكونات الجهاز العصبي المركزي طبعا الأعصاب الشوكية العصاب الشوكية ده جهاز عصبي طرفي لكن النصفين الكرويين ده جزء من المخ اللي هو جزء من الجهاز العصبي المركزي الحبل الشوكي برضو جزء من الجهاز العصبي المركزي النخاء المستطيل جزء من المخ اللي هو جزء من الجهاز العصبي المركزي نمى الأعصاب الشوكية دي من الجهاز العصبي الطرفي إذا كان وزن جسم على سطح الأرض 6 نيوتن فإن وزنه على سطح القمر كام؟ طبعا إحنا قلنا الوزن على سطح القمر أقل من الوزن على سطح الأرض ب6 مرات يبقى 1 نيوتن كل مما يلي من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عاد الحديد والألمونيوم النحاس والحديد الزجاج والخشب ولا الألمونيوم والنحاس طبعا الزجاج والخشب الغاز الذي يستخدم مع الأستيلين في لحام المعادن هو غاز الأكسوجين النايتروجين الهايدروجين ساني أكسيد الكربون من بقى الغاز الذي يستخدم في لحام المعادن غاز الأكسوجين عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل في مخبار بيحتوي على غاز ساني أكسيد الكربون يتكون على جدار المخبار عنصر الماغنسيوم النايتروجين الكربون الأكسوجين ركز بقى لأن شريط الماغنسيوم ده استخدمناه مع 3 غازات الأكسوجين وساني أكسيد الكربون والنيتروجين من الغاز اللي كان بيكون مادة لونها اسود على جدار الانبوبة وكانت المادة الاسود دي اسمها ايه ها الكربون يبقى عند وضع شريط من الماغنيسيوم المشتعل في مخبار بيحتوي على غاز ساني اكسيد الكربون بيتكون على جدار المخبار عنصر الكربون دي اللي هي المادة السوداء اللي كانت بتترسب على الجدار الداخلي لانبوبة الاختبار طيب فسر ما يلي طيب اللي هو علل او اسكر السبب يوجد اختناق في الانبوبة الشعرية فوق مستودع الزئبق في الترمومتر الطبي فسر ما يلي يوجد اختناق في الانبوبة الشعرية فوق مستودع الزئبق في الترمومتر الطبي الاختناق هنا هو عايزك تشرح له الاختناق فايدته ايه لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع ونتمكن من قراءة درجة الحرارة يبقى لمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع ونتمكن من قراءة درجة الحرارة يعطي الزئبق مدى واسع لقياس درجة الحرارة برضو علل أو بما تفسر أو اذكر السبب يعطي الزئبق مدى واسع لقياس درجة الحرارة لأن الزئبق بيبقى سائلا ما بين درجتين سالب 39 درجة سيليزية و 357 درجة سيليزية علل برضو أو بما تفسر أو اذكر السبب يجمع غاز الأكسوجين بإزاحة الماء لأسفل في المخبار أثناء تحضيره في المعمل يجمع الغاز الأكسوجين بإزاحة الماء لأسفل في المخبار أثناء تحضيره في المعمل لأنه شحيح الزوبان في الماء وكسافته أقل من كسافة الماء لأنه شحيح الزوبان في الماء وكسافته أقل من كسافة الماء برضو علل بيستخدم الناتروجين في أجواء خزنات السوائل القابلة للانفجار لأنه غاز غير ناشط كيميائيا لأنه غاز غير ناشط كيميائيا ضرورة تناول الغذاء الصحي الغني بعنصري الكالسيوم والفوسفور للوقاية من أمراض العظام مثل الكساح ولين العظام ماذا يحدث في الحالات الآتي عدم وجود الأكسوجين في الهواء الجوي لو ما فيش أكسوجين في الهواء الجوي إيه اللي حيحصل لا تستطيع الكائنات الحية التنفس وبالتالي لا توجد حياة على سطح الأرض عندما يصبح الكتف من المفاصل محدودة الحرك مفصل الكتف هيصبح من المفاصل محدودة الحرك حيحصل إيه يتحرك في اتجاه واحد فقط يبقى المفاصل هنا زي ما خدنا قبل كده إن هي ثلاث أنواع عديمة الحركة زي مفاصل المفاصل اللي بين عظام الجمجمة ومحدودة الحركة زي الكوع والرقبة ووسعة الحركة زي إيه الكتف طيب الكتف مفصل واسع الحركة بحب أن أقولك هنا هيحصل إيه لو أصبح محدود الحركة هيبقى حيتحرك فيه اتجاه واحد فقط شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في الدم وبالتالي عدم حصول خلايا الجسم على الأكسوجين اللازم للعمليات الحيوية أذكر وظيفة واحدة لكل مما يلي المفاصل وظفتها إيه؟ تعمل على حركة الجسم الجهاز العصبي الطرفي توصيل المعلومات الحسية من أعضاء الحس إلى المخ وتوصيل الاستجابات الحركية بين الجهاز العصبي المركزي إلى جميع أجزاء الجسم دي وظيفة الجهاز العصبي الطرفي تاني توصيل المعلومات الحسية من أعضاء الحس إلى المخ وتوصيل الاستجابات الحركية بين الجهاز العصبي المركزي إلى جميع أجزاء الجسم طيب اشرح كيف تحصل على غاز النيتروجين من الهواء الجوي اشرح كيف تحصل على غاز النيتروجين من الهواء الجوي بامرار الهواء الجوي على محلول هيدروكسيد الصوديوم لامتصاص غاز ساني أكسيد الكربون وبعدين ثم امراره على قطع النحاس المسخن لدرجة الاحمرار لامتصاص غاز الأكسوجين وبعدين يتبقى غاز النيتروجين ويجمع بإزاحة الماء لأسفل ده كيف تحصل على غاز النيتروجين من الهواء الجوي خلاص احنا اتفقنا ان غاز النيتروجين بنحضره من الهواء الجوي فكرة تحضيره ان الهواء الجوي بيحتوي على ثلاث غازات اللي هو غاز الأكسوجين وغاز ساني أكسيد الكربون وغاز النيتروجين انا هعمل ايه هنا بحضر النيتروجين هتخلص من غاز ساني أكسيد الكربون ان انا همرره على محلول هيدروكسيد الصوديوم المركز تمام؟ وهتخلص من غاز الأكسوجين ان انا همرره على قطع النحاس المسخنة لدرجة الاحمرار حيتبقى عندي غاز النيتروجين فهجمعه بإزاحة الماء لأسفل طيب تاني اشرح كيف تحصل على غاز ساني أكسيد الكربون من كربونات الكالسيوم اشرح كيف تحصل على غاز ساني أكسيد الكربون من كربونات الكالسيوم دي طريقة التحضير ساني أكسيد الكربون يا سنة ستة ده طريقة تحضير غاز ساني أكسيد الكربون في المعمل خلاص هنحضره ازاي بقى بإضافة حمض الهايدروكولوريك المخفف إلى كربونات الكالسيوم يحدث تفاعل وينتج عنه غاز ساني أكسيد الكربون تاني بإضافة حمض الهايدروكولوريك المخفف إلى كربونات الكالسيوم يحدث تفاعل وينتج عنه غاز ساني أكسيد الكربون صوب العبارات الآتية صوب العبارات الآتية يعني هو مديني الجمل دي فيها كلمة خطأ وعيزني أشيلها وأكتب الكلمة الصحة النحاس من المواد التي لا تسمح بمرور الحرارة خلالها طبعا النحاس هي اللي هشيلها وحكتب مكانها الخشب النحاس هي اللي هحط تحتها خط وأكتب مكانها الخشب مفصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة مفصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة طبعا هشيل كلمة محدودة وأكتب إيه ثابتة خلاص أو ممكن تصحيح تاني إن أنا أشيل الجمجمة وأكتب مفصل إيه ها الكوع أو الركبة يبقى أنا عندي هنا أصحح بطريقتين لو عايزة أسيب كلمة مفصل الجمجمة حشيل محدودة وأكتب ثابتة طيب لو أنا عايزة أسيب المفاصل المحدودة حاشيل الجمجمة وأكتب إيه الركبة أو الكوع طيب كلما زادت كتلة الكوكب قلة وزن الجسم عليه كلما زادت كتلة الكوكب قلة وزن الجسم عليه طبعا كلمة قلة هي الخطأ وحكتب إيه زاد وزن الجسم عليه الأكسوجين لا يشتعل ولا يساعد على الإشتعل الأكسوجين لا يشتعل ولا يساعد على الإشتعل طبعا حاشيل الأكسوجين وأكتب مين ساني أكسيد الكربون يدخل في ساني أكسيد الكربون يدخل ساني أكسيد الكربون في تركيب البرود يدخل ساني أكسيد الكربون في تركيب البرود طبعا هنا ساني أكسيد الكربون هي الخطأ هو غاز النيتروجين اللي بيدخل في تركيب البرود عند ادخال شريط ماغنيسيوم مشتعل في مخبار به غاز الاكسوجين تتكون مادة سوداء اللون عند ادخال شريط ماغنيسيوم مشتعل في مخبار به غاز الاكسوجين تتكون مادة سوداء اللون طبعا هنا هشيل مادة سوداء واكتب ايه مادة بيضاء اللون طيب النموذج التالت وده نموذج تاني من نموذج الامتحانات أو النموذج اللي وردت في كتاب المدرسة وشامل لنا معظم أشكال الأسئلة اللي احنا ممكن تيجي في الامتحان وأشكال متنوعة جدا من الأسئلة ونركز عليها قوي وإحنا بنذاكر على النموذج ده لأنه شامل أجزاء المنهج كله بكل أشكال الأسئلة اللي ممكن تيجي في أي امتحان منعلل لأكتب المصطلح العلمي الأكمل صح وغلط تمام؟ هنشوف دلوقتي الأسئلة اللي وردت في النموذج ده ونركز عليه كويس قوي سنة ستة ويريد تكونوا معايا بقلم رصاص كده في الكتاب وبنجاوب مع بعض أو اللي ما معهوش الكتاب يسجل معايا فيه كراسة خاصة بالمراجعة زي ما اتفقنا في أول الحصة تمام؟ نشوف بقى النموذج التالت ونشوف أشكال جديدة من الأسئلة طيب تخير الإجابة الصحيحة مما يلي إذا كان وزن الجسم يساوي 20 نيوتن فإن كتلته تساوي إذا كان وزن الجسم بيساوي 20 نيوتن فإن كتلته بتساوي ها 20 نيوتن هكتلته بقى هتساوي كام؟ 2 كيلو جرام طيب من وحدات قياس الوزن الجرام اللتر النيوتن الكيلو جرام من وحدات قياس الوزن هتبقى إيه؟ النيوتن بداية ونهاية تدريج الترمومتر الطبي هي 35 درجة سليزية إلى 42 درجة سليزية ولا من 35 لـ 45 درجة سليزية ولا من 32 لـ 42 درجة سليزية ولا من 32 لـ 45 طبعا بداية ونهاية التدريج الطبي كام؟ 35 درجة سليزية إلى 42 درجة سليزية يدخل غاز ثاني أكسيد الكربون في صناعة الفلاز البرود النشادر الخميرة ثاني أكسيد الكربون بيدخل في صناعة من؟ الخميرة طبعا أيا مما يلي من المفاصل محدودة الحركة الفغز ولا مفصل الفغز ولا مفصل المعصم ولا مفصل الرغز ولا مفصل الرجبة مين بقى من المفاصل محدودة الحركة؟ ها الرجبة لأن التلاتة السابقين دوليا سنة ستة مفاصل واسعة الحركة الفغز والمعصم والرزغ ها مفاصل واسعة الحركة طيب أذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتي الحبل الشوكي وظفته إيه هو المسؤول عن الأفعال المنعكسة الميزان الزونبركي وظفته إيه يستخدم لقياس الوزن يبقى الميزان الزونبركي بيستخدم أداية تستخدم لقياس الوزن أكتب المفهوم العلمي أكتب المفهوم العلمي لميان مفهوم العلمي هو المصطلح العلمي يبقى لما يقول لي أكتب المفهوم العلمي كأنه بالضبط بيقول لي أكتب المصطلح العلمي أداية تستخدم لتعيين وزن الجسم لسه مجاوبينها حالا اللي هي مين الميزان الزونبركي غاز يدخل في عملية البناء الضوئي غاز ثاني أكسيد الكربون استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة ده تعرف مين؟ المصطلح العلمي يبقى إيه؟ يبقى الفعل المنعكس مقدار ما يحتويه الجسم من مادة ده تعرف الكتلة مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان مين مركز التحكم الرئيسي في جسم الإنسان؟ المخ أداة تستخدم في قياس درجة حرارة الإنسان أداة تستخدم في قياس درجة حرارة الإنسان مين بقى؟ ترمومتر الطبي هنا بقى سناستة أحب أفكركم بحاجة ما ينفعش أكتب الترمومتر وأسكت لازم أكتب الترمومتر الطبي لأنه حدد عندي أداة تستخدم لقياس درجة حرارة الإنسان بدل حدد درجة حرارة مين؟ الإنسان يبقى أكتب الترمومتر الطبي درجة حرارة السوائل أكتب الترمومتر المقوي ما ينفعش أكتب الترمومتر وأسكت لأنه حدد مين اللي حيستخدم الترمومتر في قياس درجة حرارته خلاص يبقى هنا لازم أكتب الترمومتر الطبي طيب نشوف السؤال اللي بعد كده صحح العبارات التالية الوزن مقدار سابت لا يتغير بتغيير المكان الوزن مقدار سابت نفتكر كده مع بعض طبعا الوزن غلط حكتب إيه الكتلة الكحول هو السائل المستخدم في الترمومتر الطبي كلام ده صح؟ لا مش الكحول ومال مين الزئبق ومال الكحول اللي كان بيستخدم في إيه؟ نفتكر بقى مع بعض كده كنا بنستخدم الكحول في إيه؟ في تطهير الترمومتر الطبي يبقى الكحول بيستخدم في تطهير الترمومتر الطبي لكن الزئبق هو اللي بيستخدم فيه صناعة الترمومتر الطبي تمام طيب غاز ساني أكسيد الكربون ضروري لحدوث الصداء غاز ساني أكسيد الكربون ضروري لحدوث الصداء طبعا ساني أكسيد الكربون لا الغاز الصح غاز الأكسوجين يتكون راسب اسود عند إمرار غاز ساني أكسيد الكربون في ماء الجير الرائق بتكون راسب اسود عند امرار غاز ساني اكسيد الكربون في ماء الجير الرائق راسب ايه ابيض يستخدم النيتروجين في اطفاء الحرائق طبعا مين ساني اكسيد الكربون ماذا يحدث في الحالات التالية ماذا يحدث في الحالات التالية جميع المواد التي يستخدمها الانسان من جيدة التوصيل للحرار هيحصل ايه هنا لو كل المواد اللي حولي اللي احنا بنستخدمها كانت من المواد جيدة التوصيل للحرار هيحصل ايه سنة ستة لا يستطيع الانسان الامساك بالاشياء ولا يستطيع القيام باعماله تخيل انت كده لو كل الحاجة اللي حولينا دي بجينا نستخدمها لانها جيدة التوصيل للحرار هنعرف نستخدم حاجة مش هنعرف نمسك حاجة بأيدينا ولا هنعرف نقوم بالأعمال بتاعتنا خالص طيب تعرض مصمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب هيحصل ايه؟ يصدق مصمار الحديث تعرض الإنسان المستمر للضوضاء تؤثر سلبا على صحة الجهاز العصبي تؤثر سلبا على صحة الجهاز العصبي طيب اكتب فرقا واحدا بين كل من المفاصل واسعة الحركة والمفاصل محدودة الحركة المفاصل واسعة الحركة بتسمح بالحركة في جميع الاتجاهات طيب المفاصل محدودة الحركة تتحرك في اتجاه واحد فقط يبقى ده الفرق ما بين المفاصل واسعة الحركة والمفاصل محدودة الحركة المفاصل واسعة الحركة بتسمح بالحركة في جميع الاتجاهات زي مفصل الكتف ومفصل الفغز والرزغ طيب المفاصل محدودة الحركة بتسمح في الحركة في اتجاه واحد فقط زي مفصل الركبة ومفصل الكوع غاز الاكسوجين وغاز النيتروجين عايزة فرق واحد ما بين الاتنين ان غاز الاكسوجين بيتحد اتحادا مباشرا مع معظم العناصر مكونا اكاسيت يبقى غاز الاكسوجين غاز ناشط جدا بيتحد اتحاد مباشر مع معظم العناصر وبيكون اكاسيت طيب غاز النيتروجين لا يتفاعل بسهولة مع كثير من العناصر غاز النيتروجين لا يتفاعل بسهولة مع كثير من العناصر طيب أنا كتبت الفرق ده لو جلنا السؤال ده في الامتحان حضرتك هتختار أي فرق سهل بالنسبة لك وإنت تكون متأكد منه وعرفه كويس وكتبه مثلا غاز الأكسوجين بيساعد على الاشتعال غاز النيتروجين لا يساعد على الاشتعال خلاص ده فرق تاني فيه فرق كمان إنه هو زي ما قلت كده بيتفاعل مع كثير من الغاز الأكسوجين بيتفاعل مع كثير من العناصر غاز النيتروجين لا يتفاعل مع كثير من العناصر طيب نقول فرق أصعب شوي عند إدراج مثلا أو عند وضع شريط ماغنسيا مشتعل في أنبوبة اختبار بتحتوي على غاز الأكسوجين بتكون راسب أبيض طيب لو وضعت بقى غاز شريط ماغنسيا مشتعل في أنبوبة اختبار مملوقة بغاز النيتروجين هيتكون راسب أبيض طب عند إضافة الماء للرصب الأبيض في مبوبة النيتروجين هيحصل إيه؟ هيتصاعد غاز له رائحة نفازة طبعاً الرائحة نفازة دي ما بتتكونش مع غاز الأكسوجين خلاص يبقى دي كل الفروق اللي كانت ما بين النيتروجين والأكسوجين الغازين اللي احنا درسناهم نقدر أن انت تقول إيه؟ أي فرق تاني فرق تاني أننا غاز النيتروجين بنستخدمه مع لهب الأكسي أستيلين في لحام المعادن تمام؟ النيتروجين لا يستخدم في لحام المعادن ده دي كانت إيه؟ ده كان بعض الاختلافات في اختلاف تاني كمان أن غاز الأكسوجين بيستخدم في عملية التنفس غاز النيتروجين لا يستخدم في عملية التنفس غاز الأكسوجين بيستخدم بيساعد في عمليات الاحتراق غاز النيتروجين لا يساعد في عمليات الاحتراق كل دي فروق حضرتك تقدر تختار أسهل حد بالنسبة لك أو أسهل فرق بالنسبة لك وتكتبه تمام بس احنا دايما انا بجيب لك الفرق اللي بيبقى بعيد شوية عن تفكيرك عشان افكرك بيه تمام طيب نشوف بقى سؤال تاني معنا فرق ما بين الكتلة والوزن طبعا الفرق ما بين الكتلة والوزن برضو اختار اللي انت عايزه انا هشوف كتبت لك ايه كده الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مده تمام طب الوزن هو قوة جذب الارض للاجساء طيب ده الفرق في التعريف فرق تاني ممكن تقول الكتلة بتقاس بوحدة قياس الجرام والكيلو جرام لكن الوزن بيقاس بوحدة قياس ايه النيوتن الكتلة بيستخدم لها الميزان الرقمي لتقدرها الوزن بيستخدم القياس الميزان الزنبورجي تمام ان الكتلة مقدار سابت لا يتغير بتغيير المكان الوزن بيتغير على اساس ثلاث عوامل خلي بالك انا برجع معك تاني ايه هي العوامل اللي بتوقف عليها الوزن اللي هو كتلة الجسم نفسه كتلة الجسم بتؤثر في الوزن بيزيد الوزن بزيادة كتلة الجسم على الارض ايه كمان المسافة ما بين الجسم وما بين مركز الكوكب حيث يزيد الوزن كلما اقترب الجسم من مركز الكوكب وبيقل الوزن كلما بتعد الجسم عن مركز الكوكب ايه كمان بيختلف الجسم باختلاف كتلة الكوكب اللي موجود عليه ازاي كتلة الكوكب بتأثر حنرجع عليها تاني ان كتلة الكوكب كلما زادت كتلة الكوكب زادت جاذبيته وزاد وزن الجسم عليه وكلما قلت قلت كتلة الكوكب قلت جاذبيته وقل وزن الجسم عليه وانا حنعرفهم كده ايه بالترتيب زادت الكتلة الكوكب وجاذبيته بتزيد بالتالي الوزن بيزيد تمام الكتلة قلت الجاذبية حتقل الوزن حيقل يبقى الكتلة قيمة سبتة لا تتغير بتغير المكان لكن الوزن قيمة متغيرة بتتأثر بتلت عوامل اللي هي كتلة الجسم نفسه بعد الجسم عن مركز الكوكب وكتلة الكوكب اللي موجود عليه الجسم تمام طيب نشوف بقى سؤال تاني ده نموذج رابع كمان من الاسئلة نشوف بيقول لي اكمل اكمل العبارات الاتية تقاس الكتلة باستخدام نقط ويقاس الوزن بوحدة نقط خلي بالك بقى هنا حيلغبطك ليه بيقول لي تقاس الكتلة باستخدام نقط ويقاس الوزن بوحدة نقط هنا اللي عايز في الكتلة عايز أداة ليه أداة؟ إيه اللي عرفني إن هي أداة؟ لأنه ذكر لي كلمة باستخدام بدل باستخدام يبقى أداة أنا حاستخدمها بإيدي حمسكها بإيدي الفرق بين الأداة والوحدة إن الأداة أداة باستخدمها بأدية حاجة بنلمسها بأدينة بنستخدمها بتستخدم لكن الوحدة قيم بتكتب يعني التمييز اللي احنا كنا بقولوا عليه التمييز اللي بيكتب بعد القيمة العددية خلاص هنا ما بيقولي تقاص الكتلة باستخدام نقط يبقى هنا يقصد أداة يقصد إيه أداة طيب ويقاص الوزن بوحدة هنشوف بقى الإجابة معايا يبقى تقاص الكتلة باستخدام الميزان زو الكفتين الميزان زو الكفتين ويقاص الوزن بوحدة النيوتن تمام يبقى الوحدة هنا الكتلة نقرأ السؤال الثاني مع بعض تقاص الكتلة باستخدام الميزان زو الكفتين ويقاص الوزن بوحدة النيوتن خلاص من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة الحديد والنحس يبدأ تدريج الترموتر الطبي من درجة حرارة 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية ينتج غاز الأكسوجين من عملية نقط وينتج ثاني أكسيد الكربون من عملية نقط ينتج غاز الأكسوجين من عملية إيه سنة ستة؟ البناء الضوئي لأن هي المصدر الوحيد لغاز الأكسوجين على سطح الأرض وينتج غاز ثاني أكسيد الكربون من عملية إيه؟ التنفس طيب عدد الأعصاب في جسم الإنسان عدد الأعصاب في جسم الإنسان فاكرين لما كنا بنأكد على الأعداد 43 زوجا من الأعصاب محدش يكتب 43 بس هتبقى غلط 43 زوجا من الأعصاب وإن كانوا متقسمين إزاي 12 زوج من الأعصاب المخية و 31 زوج من الأعصاب الشوكية يعني إيه أعصاب مخية؟ يعني 12 زوج أعصاب بتخرج من المخ و 31 زوج بتخرج من الحبل الشوكي والأعصاب دي كلها اللي كنا بنسميها الجهاز العصبي الطرفي يبقى الجهاز العصبي الطرفي عبارة عن 43 زوج من الأعصاب داخل جسم الإنسان مقسمين كلقاتي 12 زوج بتخرج من المخ وبتسمى الأعصاب المخية و31 زوج بتخرج من الحبل الشوكي وبتسمى الأعصاب الشوكية تمام وتاني بأكد أن الأعداد بالأزواج علشان ما نغلطش ونكتب كده 12 عصاب غلط 12 زوج من الأعصاب المخية و31 زوج من الأعصاب الشوكية يبقى مجموعهم كلهم 43 زوج من الأعصاب داخل جسم الإنسان طيب بيتكون الهيكل المحوري في الإنسان من نقط ونقط ونقط الهيكل المحوري من إيه بقى؟ من الجمجمة العمود الفقاري والقفص الصدري يتكون الهيكل المحوري في الإنسان من الجمجمة العمود الفقاري القفص الصدري تخير الإجابة الصحيحة مما يلي يتكون القفص الصدري في الإنسان من نقط من الضلوع قفص الصدري بقى كام ضلع أو هنا بقى كام زوج من الضلوع عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر كام يا سنة ستة اتناشر زوج طيب نشوف القفص الصدري بقى كان بيتكون من إيه بتكون القفص الصدري طبعا ده جزء من الهيكل المحوري داخل جسم الإنسان بيتكون من اتناشر زوج من الضلوع متصلين جميعهم كلهم متصلين من الخلف بالعمود الفقاري عشر أزواج فقط متصلة من الأمام بعزمة القص وزوجين متصلين من الخلف بالعمود الفقاري فقط ومن الأمام لا يتصلوا بأي عزام بتسمى الضلوع العائمة تمام؟ يبقى هما كلهم على بعض اتناشر عشرة متصلين من الأمام بعزمة في مقدمة الصدر اسمها عزمة القص طيب والزوجين البقيين من الاتناشر متصلين من الخلف فقط بالعمود الفقاري طيب ومن الأمام مش متصلين بحاجة بسميهم إيه؟ الدلوع العائمة عبارة عن زوجين بسميهم الدلوع العائمة تمام؟ طيب وظيفة القفص الصدري إيه بقى؟ بما أننا بنرجع عليه وظيفته حماية القلب والرئتين والمساعدة في عملية التنفس خلاص؟ آه دي القفص الصدري طيب نشوف سؤال تاني الجزء المسؤول عن حفظ توازن آه عن حفظ التوازن في جسم الإنسان الجزء المسؤول عن حفظ توازن الجسم في الإنسان طيب مديني هنا أربع اختيارات مين بقى اللي مسؤول عن حفظ توازن الجسم؟ بيعمل اتزال الجسم أثناء الحركة النصفين الكرويين المخيخ النخاع المستطيل ولا الحبل الشوكي مين اللي مسؤول عن حفظ التوازن؟ فكروني وفتكروا معاي هم؟ المخيخ المخيخ هو المسؤول عن حفظ التوازن في جسم الإنسان طيب نشوف بقى الأجزاء التانية كده النصفين الكرويين دول كان وظفتهم إيه والنصفين الكرويين قلنا بيوجد بمسؤولين عن تنظيم العمليات الإرادية داخل جسم الإنسان وبيوجد فيهما مراكز التفكير والذاكر طيب المخيخ قلنا مسؤول عن حفظ توازن الجسم أثناء الحرك النخاع المستطيل هو المسؤول عن العمليات اللا إرادية داخل جسم الإنسان طيب والحبل الشوكي مسؤول عن إيه؟ عن الأفعال المنعكسة خلاص يبقى نخلي بالنا كل جزء من جسم الإنسان أو كل جزء من الأجزاء اللي احنا قلنا عليها دي له وظيفة محددة ما نحاولش نلغبط أو ما نلغبطش وظائف الأجزاء هما أسميهم فيهم تشبه شوية من بعض لكن ما نلغبطش الوظائف بتاعتهم تمام؟ يبقى المسؤول عن حفظ التوازن الجسم الإنسان أثناء الحركة هو المخيخ النصفان الكرويين عن العمليات الإرادية والتفكير والتذكر والحواس الخمسة الحبل الشوكي مسؤول عن الأفعال المنعكسة النخاع المستطيل مسؤول عن العمليات اللا إرادية داخل جسم الإنسان خلاص ده السؤال اللي معنا نشوف سؤال تاني الغاز الذي يستخدم في ملء بعض أنواع المصابيح هو الغاز الذي يدخل في ملء بعض أنواع المصابيح هو الأكسوجين، الأزون، النيتروجين، ساني أكسيد الكربون تفتكروا مين؟ نيتروجين طبعا لأنه غاز نشاطه الكيميائي قليل فبيستخدم في ملء المصابيح للحفاظ على أنواع المصابيح المختلفة وحناخد الكلام ده في الترمي التاني إن شاء الله طيب تعتمد عملية البناء الضوئي في النبات على وجود غاز الأكسوجين ولا النيتروجين ولا ساني أكسيد الكربون ولا الأزون عملية البناء الضوئي بقى في النبات بتعتمد على غاز إيه؟ ساني أكسيد الكربون طبعا يتم قياس وزن الأكسام باستخدام الميزان الزونبوركي الحساس زي الكفتين ولا جميع ما سبق الميزان بيستخدم إيه بقى لقياس وزن الأكسام؟ الميزان الزونبوركي طبعا محدش كده يعني ياخد إجابة جميع ما سبق ويقول جميع ما سبق لأ مش في كل الحالات بيبقى جميع ما سبق صح أفضل المعادن في توصيل الحرارة هو الألمونيوم النحاس الحديد الخشب مين بقى المعادن؟ النحاس طبعا رقم واحد الألمونيوم رقم اثنين الحديد رقم ثلاثة الخشب رديء التوصيل للحرارة اكتب المصطلح العلمي طيب مقدار ما يحتويه الجسم من مادة الكتلة أدوات تستخدم في قياس درجة الحرارة بصوا هنا بقى سبها لي مفتوحة لا قال درجة حرارة الإنسان ولا درجة حرارة السوائل سبها إيه مفتوحة أدوات تستخدم في قياس درجة الحرارة من هنا بقى أكتب الترمومترات وشكرا على كده الإجابة صحيحة خلاص بدل ما حدتش درجة إيه اللي حتقاس إنسان أو سوائل يبقى من حق إن أنا أكتب ترمومترات حدد؟ لا أنا كمان أحدد نوع الأداء المستخدم طيب في سؤالي بقى هنا بيقول لي أدوات تستخدم في قياس درجة الحرارة يبقى هي مين؟ الترمومترات هي الترمومترات تمام طيب غاز يستخدم في إطفاء الحرائق غاز مين؟ هو حد يكتب الأكسوجين غاز ساني أكسيد الكربون طبعا خلاص؟ لأن ليه بقى لو قال لي علل لو السؤال ده جالي كده بس بصيغي تعلل أو اسكر السبب لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الإشتعل غاز يتكون الجزء فيه من ثلاث زرات من الأكسوجين غاز إيه ده بقى اللي بيتكون من ثلاث زرات أكسوجين؟ غاز الأزون جزء من الجهاز العصبي مسؤول عن الأفعال المنعكسة مين الجزء من الجهاز العصبي مسؤول عن الأفعال المنعكسة سنة ستة؟ الحبل الشوكي أماكن تقابل العزام وتسمح بالحركة المفاصل علّل لما يأتي تضاف الخميرة إلى العجين طيب السؤال ده خلوا بلكوا منه كويس تضاف الخميرة إلى العجين ليه بنضيف الخميرة إلى العجين يسانة ستة لأن الخميرة بتنتج غاز ساني أكسيد الكربون أثناء التخمر ويتمدد بالحرارة مما يجعل الخبز مساميا مستساغ الطعام تاني لأن الخميرة أثناء تخمر العجين بتنتج ساني أكسيد الكربون طيب العجين كده اختمر والخميرة نتجد فيه ساني أكسيد الكربون ده اللي بيعمل على انتفاخ العجين خلاص طيب هنبتدي بقى ناخد العجين ده ندخله فيه الحرارة في الفرن علشان يستوي في الفرن هيحصل له ايه غاز ساني أكسيد الكربون ده حيتمدد بفعل الحرارة فحينتفخ بقى ويخلي المخبوزات اللي عندنا بتنتفخ طيب وبعدين هيجعلها هشة ومستساغة الطعام يبقى اللي بيحصل كالتالي الأول احنا بنضيف الخميرة للعجين أثناء التخمر بينتج الخميرة دي بتنتج ساني أكسيد الكربون ساني أكسيد الكربون بيؤدي لإيه لانتفاخ العجين طيب وبعدين لما اندخله الحرارة اندخله الفرن بقى في الحرارة عشان العجين يستوي هيتمدد ساني أكسيد الكربون بفعل الحرارة تمام طيب لما يتمدد بقى بفعل الحرارة هيجعل الخبز مساميا هشة مستساغة الطعام خلاص طيب نشوف الإجابة تاني بقى عشان لحد حبيب يكتبها تضف الخميرة إلى العجين لأن الخميرة بتنتج غاز ساني أكسيد الكربون أثناء التخمر ويتمدد بالحرارة مما يجعل الخبز مساميا مستساغ الطعام سؤال تاني إصابة النخاع المستطيل تؤدي إلى الوفاء إصابة النخاع المستطيل بتؤدي إلى الوفاء قلنا النخاع المستطيل هنا بقى مسؤول عن إيه؟ عن العمليات اللا إرادية داخل جسم الإنسان زي ضربات القلب وزي عملية التنفس فأي إصابة في النخاع المستطيل هتؤدي إلى توقف القلب وتوقف عملية التنفس يبقى لأن إصابة النخاع المستطيل تؤدي إلى توقف القلب وتوقف عملية التنفس طيب لأن النخاع المستطيل هو اللي مسؤول عنه يستخدم الألمونيوم في صناعة أويني الطهل سؤال سهل بعده وعارفينه من زمان لانها ايه لان الالمونيوم من المواد جيدة التوصيل للحرارة طيب نموذج جديد اكتب العبارات الات من الامثلة من امثلة المواد رديقة التوصيل للحرارة من امثلة المواد رديقة التوصيل للحرارة نقط ونقط طبعا الزجاج والايه والورقة تقدر بقى تقول الخشب البلاستيك اللي انت عايز تقوله وقوله عدد فقرات العمود الفقاري نقط فقرة كان بقى عدد فقرات العمود الفقاري 33 فقرة عدد الاعصاب الشوكية نقط وعدد الاعصاب المخية نقط ها عدد الاعصاب الشوكية كان 31 زوجا وعدد الاعصاب المخية 12 زوجا تصنع مقابد اواني الطهي من تصنع مقابد اواني الطهي من ايه سنة ستة من مواد رديئة التوصيل للحرارة كتبت مواد رديئة التوصيل للحرارة صح كتبت من الخشب صح كتبت من البلاستيك صح خلاص تقاص الكتلة باستخدام الميزان نقط ويقاص الوزن باستخدام الميزان نقط تقاص الكتلة باستخدام الميزان زوء الكفتين ويقاص الوزن باستخدام الميزان الزونبوركي يتم تحضير الأكسوجين من نقط في وجود نقط يتم تحضير الأكسوجين من نقط في وجود نقط دي تحضير الأكسوجين بقى أسنة ستة بيحضر الأكسوجين من إيه؟ من فوق أكسيد الهايدروجين في وجود ساني أكسيد المنجنيز في وجود ساني أكسيد المنجنيز طيب نفتكر بقى إحنا رجعنا في أول الحلقة على تحضير ساني أكسيد الكربون وتحضير النيتروجين دلوقتي جدنا تحضير الأكسوجين هو بيحضر الأكسوجين من إيه بقى؟ بيحضر من فوق أكسيد الهايدروجين في وجود ساني أكسيد المنجنيز طيب نفتكر بقى مع بعض شوية كده ساني أكسيد الكربون هنا ساني أكسيد الكربون سوري فوق أكسيد الهايدروجين هنا بيحصل له إيه في وجود ساني أكسيد المنجنيز بيتحلل إلى غاز الأكسوجين وماء طيب ساني أكسيد المنجنيز هنا دوره إيه أو أنا بسميه إيه؟ ما سميه عامل مساعد يعني ايه عامل مساعد مادة بتزيد من سرعة التفاعل الكيميائي دون الاشتراك فيه ودون تغيير في كتلتها او خوصة خلاص يبقى ده تحضير غاز الاكسوجين في الماء بيحضر من فوق اكسيد الهايدروجين وساني اكسيد المانجنيز تاني بيتحلل فوق اكسيد الهايدروجين الى اكسوجين وماء وساني اكسيد المانجنيز هنا بيسمى العامل المساعد تخير الاجابة الصحيحة الغاز الذي يعكر ماء الجير هو غاز الاكسوجين النيتروجين ساني اكسيد الكربون الازون مين بقى اللي بيعكر ماء الجير في الغازات دي كلها غاز ساني اكسيد الكربون يدخل النيتروجين في صناعة مطفقة الحريق الاسمدة المياه الغازية السلج الجاف غاز النيتروجين هنا بيدخل في صناعة ايه سنة ستة الاسمدة طيب مطفقة الحريق المياه الغازية السلج الجاف مين اللي بيدخل في صناعتهم غاز ساني اكسيد الكربون يبقى مطفقة الحريق المياه الغازية السلج الجاف بيدخل في صناعتهم ساني اكسيد الكربون لكن النيتروجين بيدخل في صناعة الاسمدة اذا كان وزنك على سطح الارض هو 600 نيوتن فان وزنك على سطح القمر سيكون 6 نيوتن 60 نيوتن 100 نيوتن ولا 10 نيوتن ها هنقسم على 6 على طول يبقى كام 100 نيوتن تقع مراكز التفكير والتذكر فيه النخيع المستطيل الحبل الشوكي المخيخ ولا النصفين الكرويين ها التفكير والتذكر موجودين فين في النصفين الكرويين من امثلة المفاصل واسعة الحركة الركبة الفاغز القوع جميع ما سبق واسعة الحركة مين بقى الفاغز طبعا يستخدم فوق اكسيد الهايدروجين في تحضير غاز الهايدروجين الاكسوجين النيتروجين النيتروجين ساني اكسيد الكربون ها ساني فوق اكسيد الهايدروجين بيستخدم فيه صناع بيدخل فيه تحضير غاز الاكسوجين طبعا تمام طيب نشوف سؤال كمان اكتب المصطلح العلمي هنا بيقول لي قوة جذب الارض للجسم دي الوزن لهب يستخدم فيه قطع ولحام المعادن هو مين؟ لهب اكسي استيلين طيب شوفنا مع بعض يا سنة ستة اسئلة مختلفة ومتنوعة ورجعنا منها على معظم المنهج بتاعنا لحد هنا وقت حلقتنا خلص بس لسه اسئلتنا ما خلصتش مكملين مع بعض ان شاء الله المرة الجاية لحد ما شوفكم المرة الجاية ومراجعة تانية واسئلة تانية اقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا